الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين علي اشهد ان مولانا اشهد ان مولانا اشهد ان مولانا اشهد ان مولانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في البقعة المباركة صدق الله العلي العظيم الكمام الكمام في زيارة الامام عليه الصلاة والسلام في حوادث السيارات لأجل هذه المشكلة لأجل هذه المشكلة الناس العقلاء يصنعون ثلاثة اقسام من الاعمال القسم الاول القسم الاول يصنعون اشياء تحول دون وقوع حوادث المرور يعني وقاية من حدوث الحوادث الحوادث المرورية مثلا الامور التي يستخدمونها لامان الطرق يجعلون بين الطريق وطريق اخر حواجز يجعلون على اطراف الطرق فواصل الشخص يكون منتبها في اثناء قيادة السيارة وامثال ذلك السرعة الكذائية حتى يكون الشخص في وقت الحاجة يتمكن من السيطرة على السيارة هذه امور تحول دون وقوع الحوادث يعني وقاية من حدوث الحادث الحوادث قسم ثاني من الاعمال اعمال وقاية من اخطار الحوادث لا من وقوع الحوادث يعني امور ان وقع حادث مروري هذه الامور تحد من خطر ذلك الحادث حزام الامان الوسادة الهوائية الدعمات الدعمات القوية البدنة القوية للسيارة هذه لا تحد هذه لا تمنع من حدوث الحادث هذه تنفع اذا حدث حادث وقاية من اخطار الحوادث قسم ثالث امور علاجية بعد ان وقع الحادث بعد ان حصل الضرر للشخص هناك امور اخرى علاج لهذه المشكلة التي حصلت وهذا الضرر الذي وقع الادوية الاجهزة التي تساعد الوسائل التي تكون تدفع خطر الجروح امثال ذلك هذه الامور التي تكون بعد ان تضرر الشخص بضرر جسماني البركة بالضبط هكذا البركة البركة درجات كثيرة وانواع كثيرة من جملتها هذه الدرجات الثلاث التي ذكرناها البركات بعضها تمنع من حدوث المساوة يعني وقاية من حدوث المساوة قسم ثاني من البركات بركات وقاية من أخطار الحوادث قسم ثالث من البركات علاجات علاج بعد وقوع الشيء السيء بعد حصول الخطر أو أي شيء سيء آخر المسجد ليس مثل السوق المسجد المسجد مكان توجد فيه البركة الحسينية توجد فيها البركة المنزل أو الديوان الذي يذكر فيه آل محمد فيه بركة هذه أماكن فيها بركة يعني ماذا بركة يعني في المسجد توجد أجواء تمنع من وقوع كثير من المساوئ أجواء المسجد وقاية من حدوث المساوئ كثير من المساوئ لا تحصل في المسجد وقاية أجواء المسجد أجواء مباركة أجواء الحسينية لا لا أقول أجواء الحسينية حتى الشيء أو المكان الذي الذي جعل عليه اسم الإمام الحسين صلوات الله عليه اللهم صلى الله محمد وعلي محمد فيه بركة بركة يعني ماذا يعني هذا الاسم الشريف عندما وضع على مكان أو على شيء هذا الاسم الشريف يوجد وقاية لكثير من المساوئ لا تقع تلك المساوئ أصلاً الأب فيه بركة الأم فيها بركة يعني ماذا الأم فيها بركة يعني الشخص الذي أبوه عائش الذي أمه موجود على وجه الكرة الأرضية هذا الشخص بسبب وجود الأب بسبب وجود الأم هناك مساوئ لا تحصل له من الأشياء التي تحصل لأمثاله لأشباهه من الأشخاص الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم هو وجود الأب يمنع وجود الأب وجود الأم وقاية حصانة من حصول مجموعة من المساوئ هذا الشيء الذي لا يحصل لشخص أبوه متوفى أمه متوفات قسم من البركات تمنع تمنع وقاية وقاية من حصول من وقوع الشيء السيء هذا قسم من البركات القسم الثاني من البركات الأمور الأمور التي تمنع من أخطار الحوادث لا من أصل الحوادث يعني هذه البركات متى تشمل الشخص عندما حصل له شيء سيء تأتي هذه البركات تمنع من حدوث الأخطار في هذا الشيء السيء وقاية من أخطار ما وقع القسم الأول وقاية من أن يقع ذلك الشيء أصلاً القسم الثاني وقاية من أخطار ما حدث يجعل هذا الشيء الذي حدث لا يضرك في الحرب الإيرانية العراقية حصل في فترات عديدة حصل حرب المدن الطرفان بدأ يقصفان المدن المدنيين في المدن طالت الفترة الأولى والفترة الثانية مرتان على الأقل أو أكثر هذا الشيء حصل بفترة طويلة وإلا على طول الخط كان هذا الشيء موجود في إحدى الفترات التجأنا توسلاً تبركاً التجأنا إلى حسينية مسكننا في حسينية وفي الليالي في كل ليلة كنا نجتمع مجموعة ونذكر مقدار معين من لعن أعداء أهل البيت بعد فترة صار قاصف على أطراف الحسينية الثلاثة أطراف الحسينية بفواصل قريبة جداً قصفت على بعد أمتار القصف القصف كان شديداً جداً حسب الإحصائية التي ذكرت في وقتها أكثر من ثلاثمائة شخص قتلوا في هذا القصف آلاف جرحة كان في مكان مهم الحسينية الحسينية هي في مكان حساس حصلت مآسي في ذلك القصف الأشخاص الذين كانوا في هذه الحسينية في وقت القصف شخص واحد منهم لم يقتل شخص واحد منهم لم يجرح الله 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 مع أنه في وقت القصف في تلك الحسينية كنا رجالاً ونساءاً وأطفالاً بالعشرات شخص منهم واحد ما جرح كيف تفسر هذا الشيء؟ مئات قتلوا بعضهم كان الفاصل بينه وبين محل وقوع هذه القذائف أكثر بكثير من الفاصل بيننا وبين هذه القذائف وقتل بعضهم احترقوا وحصل ما حصل هنا مكان باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله 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 القسم الثاني من البركات بركات تجعل الحادث السيء لا يؤثر أثراً سيئاً تمنع وقايا من آثار ما حدث الآثار السيئة قسم ثالث من البركات بركات علاجية الحادث السيء وقع الشيء السيء حصل هذه البركات هنا تأتي تسبب سرعة العلاج تسبب سهولة العلاج هذه درجات أو أقسام من البركات وأقسام البركات كثيرة جداً حدود القضايا أمثل لكم بمثال يعني ماذا تعاملنا يكون مختلفاً مرة أنت تقود سيارة في طريق وعر في طريق ضيق فوق الجبال بدون وجود حواجز هذه حافة السقوط على بعد متر نصف متر من سيارتك السيارة سيارة ضعيفة الطريق ممطر مليء بالمطر ثلوج تنزل مثلاً في الليل شاحنات بسرعة تمر مرة تقود السيارة فيها كذا واضحاً مرة تقود السيارة في طريق وسيع مع وجود حواجز بالمقدار الكافي مع وجود فواصل على طرفي الطريق والطريق استعمل فيه أعلى درجات سلامة الطرق في هذا الطريق لا توجد شاحنات يمنع مرور شاحنات سيارتك سيارة قوية كيف تكون في الطريق الأول كيف تقود سيارتك في الطريق الأول وكيف تقود سيارتك في الطريق الثاني فرق واضح أولاً نفسياً فرق واضح في الطريق الأول أنت تقود السيارة بأعلى درجات الترقب نفسياً أنت خائف جداً في كل لحظة أنت خائف ماذا يحدث الآن؟ لا أعلم جربتم هكذا شيء أنا جربت طبعاً أنا ما كنت قائد السيارة كنت في السيارة في هكذا طريق أنا جربت لا تتمكن أن تنام ثانية واحدة حتى لو كنت في نعاس شديد لا تتمكن من الخوف في كل لحظة خوف هذه حالتك في الطريق الأول نفسيتك هكذا في الطريق الأول نفسيتك في الطريق الثاني كيف؟ بكل إطمئنان تقود سيارة طريق وسيئة سيارات قليلة أمان الطرق المقدار الذي يعرفه البشر استعملوه نفسياً هنا تكون بأعلى درجات الراحة والإطمئنان هذه نفسياً أمريّاً عملياً وضعك مختلف بين الطريق الأول ということا يب 말씀� على sai في الطريق الأول تأخذ وضعها التي تتمكن منها أي من الممكن أن تكلم في الطرق الأول بالهاتف في الطريق الأول في الطريق الثاني بكل ارتياح في كل الطريق Jana تتكلم مثلا أقول عملك يختلف هنا تأخذ احتياطاتك بأعلى الدرجات هنا أصلا لا تأخذ حتى الاحتياطات العادية لا أقول هذا الشيء الصحيح ولكن حتى البعض في هكذا موارد يترك سكان السيارة أصلا لفترة في الطريقة الأول تترك سكان السيارة ثانية واحدة لا تترك السكان وضعك نفسيا وعمليا مختلف بين الطريق الأول والطريق الثاني هذا مثال الشيء غير المبارك والشيء المبارك المكان غير المبارك والمكان المبارك الشخص غير المبارك والشخص المبارك هذا الفرق في المكان غير المبارك كن خائفا وأخذ أعلى درجات الاحتياط في المكان المبارك كن مطمئنا ولا تأخذ على درجات الاحتياط نفسيا وعمليا الشخص المبارك وغير المبارك هكذا يا أخي نحن مسلمون مؤمنون نعتقد بالقرآن الكريم نعتقد بالروايات الشريفة ما هو معنى هذه الآيات الكثيرة التي تحدثت عن البركة الروايات الشريفة الكثيرة جدا جدا التي تحدثت عن البركة بعنوان كلمة البركة ومادة البركة أو بعناوين ثانية مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام فإن اتيانه كذا وكذا ويدفع مدافع السوء يعني ما اللهم صلى على محمد وعال محمد وعجل فالسل لي كلمة يدفع مدافع السوء يعني ماذا حديث صحيح الإسناد فيه أسانيد هذا الحديث الشريف بالذات أسانيد صحيحة أعلائية حسب تعبير البعض طبعا هذه المعاني متواترة أصلا لا تحتاج إلى بحث سندي أصلا ولو قلت أن إن أحدكم يموت في حديث شريف آخر صحيح الإسناد أيضا ولو قلت إن أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا وذلك أنكم تتركون زيارته وذلك أنكم تتركون زيارته يعني ماذا هذا الحديث الشريف كيف تفسره يا أخي هناك شيء اسمه بركة هناك شيء يسلب البركة من أماكن من أشخاص من أعمال من أجواء نتمكن أن ننكر هذه النصوص الشريفة الكثيرة الكثيرة وللحديث صلى الكلام عن البركة وعن درجات البركة وعما يوجب البركة كلام طويل لنا بإذن الله سبحانه وتعالى إن وفقنا وقفات ثانية أيضا عن هذا الموضوع الذي جوانبه مهمة وقد تخفى علينا أقصد المؤمنين الملتزمين المتدينين أحيانا بعض الجوانب تخفى علينا والجوانب مذكورة في الروايات الشريفة نحن مقبلون على شهر رجب هذا الشهر المليء بالبركات بركات بركات يعني ماذا؟ ليالي شهر رجب كما ظهر مثل ليالي بقية الشهور لا هناك فرق حقيقي هذا الفرق الحقيقي الماديون لا يرونه الماديون عيونهم عادة عمياء عن هذه الأمور لا علينا بهم هناك واقع مختلف هناك بركة موجودة في هذا الشهر في ليالي هذا الشهر شهر رجب ذكريات أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيها بركة خاصة نفسه يوم المولد مولد الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام ذاك بركة عجيبة لا يولد في تلك الليلة مولود إلا كان مؤمنا في الشرق الأرض وغرب الأرض هذه البركات تمنع من ولادة غير مؤمن أصلا الله صلى الله عليه وسلم هذه بركات ونحن مقبلون على هذه الليالي المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أساس البركات في هذا الكون وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة